طب أنا هسألك السؤال بطريقة تانية لو أنت موجود مثلا في إقدارة نادي أهلي أو ليه القرار في النادي الأهلي ومش معجب بعداء موسماني رغم النتائج العظيم لا مش همشيه مش هتمشيه طبعا مش همشيه عشان السنة أنا ما خسرتش يعني أنا هو موسماني خسرنا إيه معاي يعني دولي وسوبر خسرنا الدولي السنة اللي فاتت والسوبر والسوبر إنما جاب لي بطولتين أفريقيا وثالث عالم وثالث عالم ودوري لأ لأ يعني عنده رصيد لسه محضرشة مشيه إنما لو كان ماتشي أمبي اللي هو بتاع الكاس كان فيه نتيجة عكسية أعتقد إن كان هيبقى فيه كرار من مجلس سواءات النادي الأهلي يعني ممكن كان سعيد هيفكروا وإن كنت أنا بقول إن بخبراتي بخبراتي في النادي الأهلي لأ مش من السهل إن أنت تماشي مدربه وخصوصا إن كابت محمود الخطيب هو اللي جايبه يعني كابت محمود الخطيب هو اللي جايب موسماني فبالتالي هيديله سابورت لغاية آخر لحظة مش من أول وقعة هياخده قرار فيه أو من تاني وقعة هياخده قرار إن هو يمشي لأ بالعكس ده هيبقى مساند قوى جدا ليه وخصوصا زي ما قلت لك يا كريم يعني هو عنده رصيد لسه رصيده لسه مخلص يعني الرصيد لسه مخلص بالنسبة للإدارة والجماهير والنادي فبالتالي لأ أنا لو من الإدارة طبعا هقعده موسماني ولا فيلر ككورة وأداء وشكل فيلر طبعا دي نوة خلافية دايما في مجموعة طول فيلر فيلر مدرب نجح بشكل قوي جدا مع النادي الأهلي وكنت أتمنى أنه يكمل يعني فيلر الأداء كان معاه فنيا كان عالي جدا يعني جاب لعيبة كانت بر خالص بر الفورمة خالص وقف على رجاب شكل قوي واحد منهم رمضان طبعا رمضان صبحي كان كان حاجة كويسة جدا جدا بس الموسماني مش ليه مباراة كتيرة مع الأهلي كيت حلوة ممتعة يعني مش كتير مش كتير يعني يعني إحنا إحنا بس يعني النادي الأهلي برضو كيان كبير ويعنده جمهير عظيمة فخلي بالك الدوافع اللي بتبقى موجودة عند العيبة في البطولات اللي هي الكبيرة وروح الفنيلة الحمرة بتفرق قوي مع الفرقة إنما موسماني يعني بصماته يعني واضحة بس مش قوية لوجة نظر يعني الشخصية طبعا مفهوم